في الدرسة ده هنبدأ نجمل الكورة بتاعتنا فهروح لي وافتح الاتنين ليرز دول واختارهم تمام بعد كده هفتح السيمبول طبعا اي حاجة عايز اعمل لها ماب او احطها على شكل سري دي لازم احولها سيمبولز الاول قولوا new symbol هسميه hitpull مثلا هضغط اوكي تمام هخفي السيمبول انا مش محتاجه هختار الشكل بتاعي هروح وافتح 3D revolve هفتح عندي في خيار تحت هنا اسمه ماب ارت هفتح الماب ارت طبعا ده شكل دائري فبالتالي ليه وجه واحد فقط اما لو انت بتعمل مثلا extrude او bevel لشكل مربع يبقى عندك مثلا 8 اوجه هنا واجه واحد بس انا اقول له اختار السيمبول اللي انا عايز اعمله ماب ارت هو الريد بول طبعا هضغط preview ايظهر لي هنا اقدر احركه في اي مكان انا عايزه هنا احنا بحركته على الجانب انا طبعا اريد احركه في النص فهيبقى هنا تقريبا احنا بحركه احنا بحركه حتى احنا بحركه حتى ما حصل على المكان اللي انا عايزه بالزبط تقريبا المكان ده كويس طبعا هضغط على shade artwork هديله شكل طبيعي اكتر وضغط اوكي وضغط اوكي وبكده انا حصلت على شكل الكرة السري دي وبكده احنا هنختم الفصل ده وابقى لنا فصل واحد فقط